كل يوم هنفطر ايه القرصة في الفرن شوية مية ودقيق ويقولك خمسة جنيه لما تيجي النهاردة نعمل كمية كبيرة من القرص اعجيني مرة واحدة وارتحي تولي الاسبوع خزينيها عندك في الفريزر عاد تسخين على طول جبنة مربة حلاوة فطار سهل ومغزي والله العظيم ملبن الطريقة الاصلية للقرص الفلاحي خدي مني المقادير دي ودعيلي شايفيني الجمال سمي الله وصلي على رسول الله شجعني باجمل لايك شيري الفيديو ده على صفحتك ومع كل صحابك عشان بإذن الله كلنا هنعمل احلى قرص انا بقى هنا محضرة عندي كيلو لربع من اللبن الدافي بالنسبة بقى للمادة الدهنية دي مقادير الاثنين كيلو هسيبلك مقادير الكيلو تحت في التعليقات المهم هنحتاج هنا ربعمائة جرام زبدة ومعايا ميت جرام زيت كمان معايا نصف كيلو سكر معايا كسين دقيق اثنين كيلو كسين باكت خميرة وكيس بيكنج بودر كمان هحتاج قلبتين من الزبادي وطبعا دي قرص فلاحي لازم تتعاجن بزبدة كده تكون رحيتها مفحفحة احنا بنعمل حاجة مغزية لولدنا حطيت الزبدة كده على الزيت وهفكهم شوية على النار او في المايكرويف عشان يبقوا سايحين بالنسبة بقى الكيلو لربع الحليب هحط عليه نصف كيلو السكر نصف كيلو يا مراينا يعني كيلو هيا اخذ ربع كيلو سكر اوالله جربي وهتدعيني القرص هتبقى رئها مسكر وعادي بتتاكل مع الجبنة خدي الطريقة دي بس كده زي ما بقولك والله هتعجبك قوي هبتدي حطي بقى كسين الخميرة واللبن دافي كده مع السكر لازم ندوب السكر مع اللبن والخميرة ونسيبهم على جنب وتقدري على فكرة لو مش عايزة تحطي زبادي ترويب اللبن ده تحطي له معلقة تخليه هو دافي هيبقى رايب معايا بس على فكرة الزبادي واللبن مع بعض مكس حلوى قوي في القرص هحطي بقى الاثنين كيلو دقيق هفضي عليهم كيس البيكنج بودر ورشة الملح بصي بقى القرص دي مش قرص مابسوسة بقى هنعود نبس فيها بالسمنة لا لا دي كله على بعض وعجيني ما فيهاش عجن كتير يعني بتخلص كده في نص ساعة زي ما بقولك كل المكونات على بعض حطيتكو ببيتين الزبادي اللي بيدوني طراوة حلوى قوي وخلاص الخميرة كده اشتغلت معايا مفيش عشر دقيق لان اللبن دافي وهبتدي اعجنها كويس بصي بقى بسرعة هقولك مقادر الكيلو كيلو دقيق علي معلقة بيكنج بودر كيس من الخميرة هيحتاج كده غالبا كبايتين ونص من الحليب كباية من الزبادي وبالنسبة للزبدة كيلو دقيق هياخد 250 زبدة بس عشان ما تبقاش دسمة قوي بحط بس 200 زبدة بشيل حتة كده من ربع كيلو وازود ربع كباية زي وبالنسبة للسكر كيلو دقيق هياخد ربع كيلو سكر ده ده مقادر الكيلو بصي بقى بنزل تدريجيا لان طبعا ايدي واخدع المقدار ده لاثنين كيلو يعني يا قل حاجة الواحد ممكن يعملها ادام خلاص قلنا يا عجين اعملي وفرازي عندك على طول العجينة بقى انا عايزها ايه انا ما بعجنش على فكرة انا بلم بس العجينة عايزها طوبة طرية لازم تبقى طرية كده وفيها سن التلزيق عشان دي قرص طرية بصي بقى ملبن ازاي كمان لازم تخسيلي ايدك من مكان العجن وبعدين تختبر العجينة لانك طول ما ايدك كده فيها من العجين هتحسي انها لسه ملمتش فاختبريها لما تكون ايدك نظيفة شايفين الجمال رشة زيت بس كده فوق الوش واغطيها وهسيبها ترتاح انا هنا ما بستنهاش تتخمر انا بسيبها ترتاح بس عشر دقايق عشان اعرف اقطعها كور صغيرة كده وده فايدة انها ترتاح على الاقل كده عشر دقايق بس بس بقى قديت رشة من الدقيق وابتديت اخد كده قطع كور طبعا انا ايدي اللهم بارك مسترة انا على طول بعمل القرص دي احلى فطر للعيان هنا خلاص بعد ما قطعتها لازم تغطيها كده فتاح كياس تلاجة وغطي الكور دي واسيبها بقى تخمر وطبعا احسن ترقل التخمير تشغلي فرن البتجاز وتحطي الصواني دي فوق البتجاز من فوق عشان تخمر بسرعة طبعا عشان تاخد من السخنية وتعلق بسرعة جاهزت بقى الصجات وابتديت اخد الكور العجينة المتخمرة على التسوية على طول بص طبعا بتتفرد معايا سهلة قوي العجينة تخمرت وارتحت مظبوط ودي طريقة سهلة وبتخليكي تنجيز الموضوع على طول بصوا بقى بفردها بصوا كل الصواني الصنية اللي تخلص اروح اطاها فوق ايه على البتجاز من فوق والفرن شغال عشان اصرع عملية التخمير ده اول واحد قطعته هبتدي كده بالشوكة انا مش عايزها تعلى كده تبقى كايزر القرص الطرية طبعا ما بتبقاش علوها جامد قوي فبنديها كده كم شكة بالشوكة بعد ما تخمر وعلى الفرن وبعد ما تطلع بقى برش عليها ايه في بخاخة شوية مية وشوية فانيليا بتدي ريحة واساسي ترشي اي مخبوزات لما تطلع في الفرن بالمية بحط الصاج اعلى شبكة في الفرن لاني ما بشغلش شوية ومش عايزها تاخد لون من تحت والوش يفضل ابيض فبشيل الشبكة فوق خالص اعلى شبكة فوق اللي هو تحت الشوية على طول بس بدون ما شغلها واسيبها تستوي يعني الفرن من تحت بس وعلى اعلى درجة حرارة لغاية ما تاخد اللون ده عايزك تركزي في التسوية لان احنا بنبقى بنفرد وبنسوي في نفس الوقت فخلي بالك عشان ما تتلسعش يا دو بتدي لون ده بفاتح تشيليها بسرعة وتحطيها كده تبرد وبعدين هتشيليها طبعا انا هشيل كل القرص عشان هنضف الصاج وارس بقى الفردة الجديدة لان اللهم بارك اليوم ده والله عملت 4 كيلو مش 2 كيلو تطلع اديها البخة وبعدين اجهز طبق جنبي اشيل القرص فيه وكون مغطيها عشان هحتاج الصاج افرد فيه الدفع الجديدة المهم تطلع من الفرن ترشيها تسيبيها كده 10 دقايق وبعدين تجمعيها في طبق واحد واضغطيها لازم تضغطها عشان ما تنشفش معاك هنبتدي بقى نرصها وهقولك دلوقتي طريقة التخزين بتاعتها في الفريزر بتاخدي كل مجموعة من القرص تحطيها في كيس تلاجة طبعا بعد ما تبرد وتقفلي عليها الكيس كويس وعلى الفريزر عايزة بقى تسخاني هتروح امتلعها محطاها مثلا في صنية في الفرن او تحطيها في المايكرويف 10 ثواني بالزبط شايفين دي احسن طريقة لتخزين القرص وهنا ما شاء الله كان أردر 2 كيلو بقى الفهنة وشفة عالة هيكلهم بص انا بوريكي طريقة التخزين قبل ايه ما وديهم على طول طرية دايبة نعمة ريحتها زبدة بجد هي دي القرص الفلاحي عايزة اقولك لو عندك قشطة ما تحطيش زبادي وعجيني بالقشطة هنا بقى هتدهنيها شوكولاتة فرد ودي الطريقة اللي ولادي بياكلوها بيها او حتى جبنا القرصة في الفرن بتبقى شوية مية ودقيق زي الفين وبلهاش لازمة اتمنى الطريقة تكون عجبتكو اعملوا متابعة للصفحة يوصلك كل جديد كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم